بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا إليك كل كمال ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى هو الخير المحض الذي لا نقص فيه وهو منشأ كل خير وكل خير يعود إلى الله سبحانه وتعالى فإذا كان هناك خير في مخلوق أو في المخلوقات في أصل وجودها أو في أوصافها أو في ما يرتبط بها فذلك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى مثلا كمثال الشفاعة الشفاعة كمال فهو فهي خاصة بالله سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا الله سبحانه وتعالى يمنح هذا الكمال لمن شاء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهكذا سائر الكمالات حسا الشفاعة ذكرناه كمثال وإذا هناك سوء أو نقص أو إشكال فذلك من المخلوقات وليس من الله سبحانه وتعالى صحيح أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر والقضاء لله سبحانه وتعالى فواحد في هذا الكون فواحد في هذا الكون لا يتمكن من فعل شيء إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى سواء بإذن تشريعي بأن جوزه له أو بإذن تكويني بأن لم يمنعه من ذلك لكن من شأ كل شر المخلوق لذا الشرور لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى إلا من باب أن الله قدر وإذا إنسان عمل معصية هذه المعصية لم تكن خارج عن تقدير الله وقضائه وقدره لأن هذا الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى فإذا واحد زعم أن الشيء من الأشياء يقع في هذا الكون بدون إذن وتقدير وقضاء من الله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك أنه عزل الله عن ملكه ويؤدي ذلك إلى الكفر فصحيح كل شيء بقضاء وقدر وإمضاء وإذن وكتاب وأجل كما في الرواية عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام لكن هذا ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ذلك الشر بمعنى أن الله خلق مثلا الإنسان مختارا ولم يمنعه عن ارتكاب الشرور الإنسان إذا أصابته سيئة هذا بسوء فعله المنشأ هو لكن لأنه يقع في ملك الله هذا ما كان بدون قضاء وقدر وإمضاء وإذن وكتاب وأجل بس يبقى الإنسان مختار في فعله لذا في الأحاديث عندنا لا جبرة ولا تفويض وإنما أمر بين الأمرين يعني شنو أمر بين الأمرين الجابر معنى أن كل أفعالنا هي من الله سبحانه وتعالى اللي ذول غالب العامة الأشاعر منهم والوهابيين يعتقدون بذلك هم مجبرة زين إذا نحن مجبورين في أفعالنا نحن مجبورون في أفعالنا عقابنا على هذه الأفعال يكون ظلم إذا واحد مرتعش مثلا عند مرض الرعاش تعاقبه على أنه لماذا يدك ترتعش هذا الظلم لأنه لا يتمكن من أن يسيطر على حركته زين أكل بعض مثل المعتزلة ذول أيضا طائفة أخرى من العامة الآن منقرضين لم يبقى منهم أثر هؤلاء مفوضة يقول إن فعلك إن فعلك مخلوق لك بدون أن يكون هناك أي دخل لله سبحانه وتعالى هذا هم تعطيل وعزل لله عن ملكه وإنما الصحيح أن هناك للفعل مقدمات كثيرة بعضها فعل الله سبحانه وتعالى وبعضها فعلنا إذا كان بعضها فعل من الله مثل القضاء والقدر وما إلى ذلك والبعض من فعلنا بعضنا ماكو جابر حسب ما يقولون النتيجة تتبع أخس المقدمتين المثال المعروف أنت الآن تريد من هذا المكان تذهب إلى مكان آخر إذا بالجابر سحبوك من هذا المكان إلى مكان آخر لكن عند باب ذلك المكان تركوك تريد تدخل ما تريد تدخل كيفك إذا دخلت أنت مجبور في دخولك أو غير مجبور مو مجبور مع أنه من هذا المكان إلى باب ذلك المكان بالجابر ودوك لكن الخطوة الأخيرة التي تقوم بها لأنها كانت باختيارك فماكو جابر الله سبحانه وتعالى خلقنا إحنا باختيارنا كان خلقنا لا إحنا هذا مو باختيارنا إحنا باختيارنا اخترنا آبائنا اخترنا أمهاتنا اخترنا أن نكون رجال أو نساء مثلا اخترنا شكلنا لا هذا كل بتقدير من الله سبحانه وتعالى وبدون اختيار من عندنا نحن مختارون عندنا هذه الملكة اللي يسموها الاختيار هل باختيارنا صرنا مختارين لا الله خلقنا مختارين زين هل المعاصي نحن نتمكن على القيام بها واحد يتمكن من القاتل يتمكن من الكذب يتمكن من سائر البحرمات هذه القدرة باختيارنا يعني احنا أقدرنا أنفسنا باختيارنا لا قدرة كل واحد قدرة كل واحد مننا أيضا لم تكن باختياره فحتى قدرتنا مو باختيارنا زين عدم وجود المانع بيننا وبين المعاصي هذه هم مو باختيارنا لكن الانسان والعياذ بالله يشير الخطوة الأخيرة ويفعل المعصية هذا باختياره فلذا صح عقابه على هذا الفعل احنا يوم القيامة ما نقدر نقول يا ربنا أنت خلقتنا مو باختيارنا أنت فعلت كذا وكذا مو باختيارنا ليش تعاقبنا الله يقول صحيح عني خلقتك بدون اختيارك فعلت كذا وكذا وكذا بدون اختيارك لكن الخطوة الأخيرة كانت باختيارك لولا كانت باختيارك كنت تتمكن من أن تفعل أو أن لا تفعل فإذن المعاصي باختيارنا بهذا المعنى الذي ذكرنا الطاعات أيضا باختيارنا فإذا كانت المعاصي باختيارنا والطاعات باختيارنا يصح الثواب عقلا ويصح العقاب عقلا الثواب يمكن يكون تفضل الله سبحانه وتعالى يتفضل بالثواب حتى له الإنسان لم يكن مختارا في عمله إذا طفل رضيع من أولاد المسلمين مات أو جنين سقط الله سبحانه وتعالى هذا الجنين الساقط إذا كان أبو أو أمة مسلمين أو أحدهما مسلما مؤمنا الله يتفضل علي بالجنة ما بيإشكال لأنه التفضل بالثواب ما بيإشكال لكن الكلام في العقاب الله يعاقب إذا فالطفل أو جنين من الكفار أبو وأمة كافرين إذا هذا مات الله سبحانه وتعالى يلقي هذا الشخص في جهنم هذا الظلم والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم ليس بظلام للعبيد فلذلك هؤلاء الله سبحانه وتعالى حسب الروايات يمتحنهم مرة أخرى في يوم القيامة المستضعفين مجانين الكفار أطفالهم الصغار الذين ماتوا الله سبحانه وتعالى في حسب الروايات في يوم القيامة يخلق ناراً ويبعث رسولاً في هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يأمركم بدخول هذه النار فمن دخل في هذه النار كان من أهل النجاة فكانت برداً وسلاماً عليه ومن لم يدخل يسقط في هذا الامتحان يكون من أهل النار زين نرجع إلى كلامنا كل كمال يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وكل نقص يرجع إلى المخلوق الإنسان قام بمعصية فالعياذ بالله زين أكو طريق للتخلص من هذه المعصية التخلص منها ومن تبعاتها ومن آثارها هذا أمر حسن واحد يتخلص من السيئة حسن هذا فهذا التخلص كمال فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى لذا التوبة مثلاً من طرق التخلص من المعصية قبول التوبة من الله سبحانه وتعالى طبعاً طريق التخلص من المعصية لا يتوقف على التوبة فقط أكو طريق ثاني إن الحسنات يذهبن السيئات أنت تقرأ في الأحاديث أنه إذا واحد مثلاً دمعت عينه على الحسين عليه الصلاة والسلام ولو بمقدار مثلاً جناح ذبابة غفر الله له كذا من ذنوبة مثلاً مزين شنو السبب؟ السبب إن الحسنات يذهبن السيئات بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يكفر عن الإنسان ذنوبه أو يغفر له هذا لا تاب ولا عمل عمل حسن لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته يغفر له ولكن في غير التوبة ماكو ضمان يعني واحد قام بذنب ثم جاء وصلى ركعتين هاي الصلاة ركعتين حسنة لكن هل أكو ضمان أنه تمحو ذلك الذنب؟ ماكو ضمان يمكن تمحو ويمكن ما تمحو الإنسان عمل ذنباً هل هو ضامن أن الشفاعة تشمله؟ الشفاعة تشمل كثير من المذنبين لكن في هذا الذنب أنت ضامن أن الشفاعة تشملك؟ مضامن ولكن في التوبة أكو ضمان إذا الإنسان تاب أكو ضمان أن الله سبحانه وتعالى يغفر لذنبه فلذلك التوبة واجب عقلاً واجب شرعاً ووجوبها فوري أيضاً يعني إذا واحد ارتكب معصية والعياذ بالله لازم فوراً بعد المعصية يتوب وإذا لم يتوب فهذا ذنب آخر تأخير التوبة ليش؟ لأنه ماكو ضمان أنت تبقى حي إحنا الآن الجالسين هنانا هل نضمن أن نكون غداً أحياء؟ لا أقول في حديث شريف أن أحد بني أعمام الإمام الصادق من بني الحسن كان مريض فالإمام الصادق راح إلى عيادته ابن عمه رجل كبير في السن كان المريض اللي يمرضه واحده من أولاده من أقرباءه شاب الممرض فالإمام دخل في المجلس شافهم ذول يتوقعون موت هذا الرجل الكبير الشيخ فلما رأى أن ذلك الشاب يمرضه تبسم البعض شوية مثلاً صار في خاطرهم أنه هذا واحد على فراش الموت أنت ابن عمه جاي مثلاً تعوده في مرضه ومثلاً تتبسم مثلاً تتصور وأنه القضية مو مناسبة اليوم الثاني ذلك الشاب الممرض مات وذاك الشايب اللي كان على فراش الموت طاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بعدين ذكر لهم الأقرباء أنه أن كان تبسمي لأجل هذه القضية الله سبحانه وتعالى أخبره لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يعلمون بإذن الله سبحانه وتعالى أن هذا راح يموت وذاك راح يبقى حي يطيب ماكو ضمان أنه إحنا نعيش لو ما نعيش كم من شاب مات كم من شايب مات كم من رجل مات كم من امرأة ماتت فأنت ما إلك الضمان أنه ستبقى حياً والخطر كبير العقاب محتمل عدم غفران الذنب ممكن لذا يجب عليك أن تضمن الغفران بالتوبة الحقيقية التوبة النصوح التوبة النصوح هي التوبة التي لا يعود الإنسان فيها بعدها إلى ذلك الذنب إحنا ما إلا الضمان للمستقبل والله سبحانه وتعالى بحكمته ما أعطان علم الغيب وإنما أمرك بمجموعة أوامر ونهاك عن مجموعة من النواهي اللي فائدة تلك الأوامر والنواهي ترجع إلينا لأن الله لا يحتاج لا إلى صلاتنا ولا إلى صومنا ولا إلى طاعتنا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وإنما أمرنا لأننا نحتاج نهانا لأننا نحتاج فبالنتيجة الأمر والنهي يرجع إلينا بالمصلحة إلنا لا إلى الله سبحانه وتعالى فإذن علينا أن نكون ضمن هذه الدائرة الدائرة الطاعة لله وإذا فد واحد زل فورا يرجع لماذا؟ لأنه حتى له السعيدة فرضا عنده ضمان أنه راح يعيش لكن الذنوب والمعاصي حلقات متسلسلة وحدة جر الثاني ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون معصية جر معصية طاعة جر طاعة فإذا الإنسان زل وقع في المعصية لازم فورا يقطع السلسلة بالتوبة وبالعمل الصالح وبالندم لا يخلي هذه السلسلة الجرة الله سبحانه وتعالى يتفضل ولا يحتاج إلى عقابنا لكن الله سبحانه وتعالى حكيم والحكيم إذا كان قادر لا يعمل خلاف الحكمة البعض يقولون شنو الله يحتاج إلى عذابنا ما يحتاج إلى عذابنا ليش يعذبنا زيان خلي يغفر لنا خلي يغفر للمذنبين شنو المشكلة المشكلة أن الله حكيم وإذا كان حكيما الحكيم حتى لو قادر لا يفعل عمل خلاف الحكمة هذا المثال مثلت لبعض الإخوة إذا أنت عندك فلوس ولا تحتاج إلى تلك الأموال زيان أمامك فقير يستعطي أنت تعلم بأنه هذه الفلوس إذا أعطيت لهذا الفقير راح يروح يشتري به سلاح ويقتل إنسان صحيح تقول أنا كريم وما أحتاج إلى هذه الأموال خلع أعطي له إذا فعلت هذا الفعل الناس لا يلومونك يقولون صحيح أنت ما تحتاج إلى هذه الفلوس أنت كريم بس لازم تكون حكيم تضع هذا المال في مكانه المناسب إذا من الأدعية أصاب الله ببرك مواقعه إذا أنت عندك عمل خير يكون عمل خيرك في موردة مو في غير موردة الله سبحانه وتعالى حكيم رحيم غفور الله سبحانه وتعالى رحيم غفور لكن إذا واحد ما إلى قابلية للرحمة بسوء عمله ما إلى قابلية للغفران بسوء عمله الحكمة تقتضي أن لا يغفر له الحكمة تقتضي أن لا يرحمه يحمى كثير من الأحيان تشوف البعض مثلا والعياذ بالله يرتكب الذنوب كذا بعدين يقول الله كريم وصحيح الله كريم لكن اللهم حكيم فإذن الإنسان لازم يقدم فورا وأيضا جميع الأعمال الأخرى التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتبعده عن الذنب أيضا يحاول أن يعمل البعض منه يقول شفاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تشملني راعد من الأخوة نقل أنه فلان من الناس يرتكب بعض المعاصي الكبيرة يقول أنه شفاعة الإمام الحسين عليهم الصلاة والسلام تشملني والسفينة الحسين واسعة هو صحيح الإمام الحسين والأم عليهم الصلاة والسلام لهم شفاعة حتى المؤمنين لهم شفاعة لكن أنا أضمن أنه هذه الذنوب ما تأدي بي إلى الكفر أن كذبوا بآيات الله أكو في الحديث الشريف إذا واحد مستطيع وعليه الحج واجب إذا ما راح للحج عمدا بدون أي مانع فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا لعله في ساعة احتضارة لأن هذا المحتضر قبل لحظات من موته يعاين إحنا الآن لا نعاين الآخرة لأنه أكو حجاب الآن كل واحد من عندنا على قلب ملكين رقيب عتيد واحد يكتب الحسنات واحد يكتب السيئات وأكو شيطان يوسوس كل إنسان إلا شيطان خاص غير الشياطين الذين بعض الأحيان يأتون كل إنسان إلا شيطان خاص نشوفهم لا نشعر بهم لا لأن حواسنا محدودة لكن الإنسان حينما يحين موته أو يموت فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد حديد يعني قوي حاد ففي لحظة الإحتضار قد لا نرى لهذا الشخص الذي يموت حركة أو كلام أو كذا لكن قد يكفر ثم يموت كمثل الشيطاني إذ قال الإنسان نكفر فلما كفر قال إني بريء منك نزلت هذه الآية في قصة واحد يسمى برسيسيا العابد كان عابدا يعبد طول حياته زل في قضية بعد يخفي تلك الزلة اضطر أنه يقتل وبعدين اكتشفوا وصلبوا ففي لحظة احتضاره يجاء الشيطان قال له أنت أسجد لي وأني أنجيك ونجيك من هذه الحالة قال ما أقدر أسجد لك أنا معلق قال بالإيماء بالإشارة هذه الملعون هم يعرف يعني هالمسائل إحنا عدنا خوفة الواحد إذا ما يقدر يركع يسجد بالإشارة فأومأ له برأسه أو بعينه ليسجد هاي اللحظة مات وشيطان تبرأ منه زين سنوات عبادة كذا فلام لكن بزلة وزلة جرة زلة ثانية وثالثة إلى عن كفر أنا أضمن أنه إذا خدمت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وخدمت أهل البيت عليه الصلاة والسلام أضمن أن هذه الذنوب تسبب سلب هذه الخدمة مني وإحنا نعرف الناس كانوا يخدمون ثم الله سبحانه وتعالى خذلهم سلب منهم التوفيق فصار من أعداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام في الكلمة المعروفة يقول أما السب فسبوني وأما البراءة فلا تتبرأوا مني ليش يقول أما السب فسبوني هذا تقي إلا من أكره وقلبه بطبئنون بالإمام يجوز له وأما البراءة يعني شنو أما البراءة يعني قلبك لا يتبرأ مني أنت مضطر ذاك الظالم مسيطر عليك بلسانك يطلب منك بس ما مسيطر على قلبك لا يرى قلبك ماكو إكراه في القلب إلا من أكره وقلبه مطمئنون بالإيمان زين شلون الإمام يقول وأما البراءة فلا تتبرأوا مني لأن واحد إذا دخل ويا السلاطين ويا الناس إذا استذوق دنياهم هذه الدنيا قد تغير قلبه زياد بن أبيه لعنة الله تعالى عليه هذا كان واليا من قبل أمير المؤمنين على فارس وصارت فتنة بالبصرة وما حد ما قدر يحل هاي الفتنة إلا زياد بن أبيه أمير المؤمنين أمره أن يذهب إلى البصرة ويحل المشكلة بعد وقعت صفين وصارت فتنة في البصرة وناس كانوا يطلبون ثارات قضية الجمل ما قدر واحد يحلها إلا زياد بن أبيه هذا زياد بن أبيه كان عنده مشكلة مشكلة أبوه كان عبد رومي زياد واحد يعيش في وسط العرب وذول عندهم تعصب قبلي الإمام الصادق يقول نزل القرآن على العرب فآمنت به العجم لو كان ينزل على العجم العرب ما كانوا يؤمنون به من هؤلاء يعني المتعصبين منهم زياد وهذا أبو رومي فهذا دائما يشعر بعقده بنقص ذاك أبوهم كان يسمى عبيد زياد بن عبيد لكن لأنه عابد ورومي وكانت أمه ساقطة فأبو سفيان كان يدعي أنه هذا ابني أبو سفيان كان يدعي هذا ابني زياد هذا الشخص من أنصار أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وإلى أيادي بيضاء معاوية استزل بهذه القضية كتب له رسالة أنه أنت التحق بي وأني راح أخليك أخويا انثبت أنه أنت ابن أبي سفيان هاي نقطة الضعف كانت عنده طبعا هي أصل نقطة الضعف من مكان آخر لكن هو يشعر بهذه القضية فقبل وبعدين راح وجابه ذلك الخمار اسمه أبو مريم الخمار في قضية مفصلة هو الشخص اللي كان واسطة بين أبي سفيان وبين هذه المرأة وإجا شهاد طريقة شهادتهم كانت طريقة جدا قبيحة اللي زياد قال له مهلا جئناك شاهدا لا شاتما بعدين المسلمين سموه زياد ابن أبيه أبوه مو معلوم منه هو زياد هاي نقطة الضعف استغلها الشيطان وأمير المؤمنين كتب له رسالة في نهج البلاغة موجودة الرسالة يحذره من هذه القضية أن أبو سفيان نفث الشيطان على لسانه كذا فادعا كذا وكذا وكذا لكن ما فاد التحذير لا كلام الرسول فاد ولا كلام أمير المؤمنين عد لما نلتحق بمعاوية صار من أشد الناس على الشيعة لأنه كان منهم بالأساس ويعرف الزوايا يعرف منه من الشيعة ومنه كذا ومنه كذا ومنه من المقربين لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام منه إلى الدخل الكبير ومنهم من مفاتيح الشيعة فكان ضرر على الشيعة كبير جدا 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 شنو السبب؟ السبب أنه نقطة ضعف جرته إلى قعر جهنم لذا الإنسان لازم دائما يكون منتبه كل واحد يمكن يكون إلى نقطة ضعف يكون في حديث شريف طويل في الكافي الشريف أن الله سبحانه وتعالى خلق العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال وعزتي وجلالي لم أخلق خلقا أحب إلي منك في رواية أخرى أعز علي منك في رواية ثالثة أكرم علي منك بك أثيب وبك أعاقب ثم حل العقل بخمسة وسبعين واحد من الجنود اللي هي الفضائل الأخلاقية الصابر والحلم والشكر وكذا 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 الرواية كلها تذكرها وخلق الجاهل يعني الشيطان والشيطان مكنه من مضادات تلك الفضائل الحلم مقابل الطيش الطيش مثلا الشجاعة مقابلها الجبن كذا مقابل كذا فكل فضيلة مقابلها رذيلة الفضيلة هي من جنود العقل والرذيلة من جنود الجهل أستشاهد أنه في تتمة هذا الحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أو الإمام الكاظم يقول إنه ماك من مؤمن إلا وهو محلى بمجموعة من جنود العقل ماكو واحد من المؤمنين كل رذائل هذا بيصير مؤمن لكن مو كاملة واحد عنده خمسين من هذه الفضائل يعني شنو خمسين يعني خمسة وعشرين أهم من الرذائل في نفسه واحد عنده ستين واحد عنده سبعين واحد عنده ثلاثة وسبعين واحد عنده أربعة وسبعين فالإمام يقول كل واحد لازم يحاول حتى يكمل أكثر يصير أكثر يصير أكثر يصير إلى أن يستكمل طبعا هي متكمل إلا في نبي أو وصي نبي بالنتيجة عادة نحن قد توجد في نفوسنا بعض الرذائل لكن الإنسان لازم يقول فستر خلل خلقك بعملك إذا واحد في نفسه رذيلة أخلاقية أو فرض فرض واحد حسود زيان تقدر تقتلع جذور الحسد من نفسك اقتلعه ما تقدر اكتمه امنع نفسك على كل حال الإنسان في كل واحد لا يخلو من نقاط ضعف وهاي تصير مدخل للشيطان لكن الإنسان لازم يحاول أن هاي نقاط الضعف شي سويها يغلق الباب أمامها لا يخلي هذه النقاط تبرز والشيطان هم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم لذلك يعرف نقاط ضعف الإنسان من اليوم الأول معاشر من زمان آدم عليه السلام إلى يومنا هذا والشيطان اللي كل إنسان يولد الله سبحانه وتعالى يخلق ملكا وإبليس واحد من ذريته الشيطان يوكل على هذا الإنسان فيعرف هذا الإنسان دائما 24 ساعة وياه فيعرف نقاط الضعف لذلك يحاول أنه يدخل من تلك النقاط الإنسان لازم يغلق الباب على الشيطان أكو في الحديث الشريف من تزوجه فقد أحرز نصف دينه ليش لأنه شيطان يدخل من هاي القضية زيون أنت أغلقت عليه إذا تزوجت إذا عندك ابن زوجته هذا بعد لا يقع في الفساد ليش لأنه هاي نقطة أغلقت على الشيطان إذا عنده حاجة بالحلال هذه الحاجة تقضى أنت غلقت هذا الباب على الشيطان وكل نقطة ضعف يمكن غلق الباب بس الإنسان لازم يحاول والله سبحانه وتعالى هم يمتحن الإنسان أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون في معركة أحد المسلمون انتصروا في البداية مع أن المسلمين كان عددهم ألف واحد والمشركون ثلاثة آلاف واحد فالعدد بصالح المشركين والعدة كذلك بصالح المشركين لكن التخطيط كان تخطيط من الرسول صلى الله عليه وآله تخطيط دقيق لذلك في الجولة الأولى انهزم المشركون الآية الشريفة شنو تقول تقول إن الذين تولوا منكم يوم التق الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وآله كان مخلي على الثغر على جبل الرمات هذا الثغر كان حتى المشركين من الخلف لا يهجمون خمسين واحد ذولة بس ما شافوا والمشركين انهزموا والبقية قاموا يجمعون الغنائم هذا قبل نزول آية الخمس وكيفية تقسيم الغنائم فقالوا زين ذولة الآن راحوا يقتنمون وإحنا ننحرم من الغنيمة مع أن الرسول حذرهم قال إحنا انتصرنا انهزمنا أنتوا لا تركون هذا الثغر لا تركون هذا الثغر فتركوا زين المشركين من الخلف هجموا واللي كانوا دين هزمون من المشركين مننا كم رجعوا البقية من المسلمين اللي كانوا في وسط المعركة عند الجبل كان لأن التخطيط كان دقيق جدا طرف من المسلمين خلف ظهرهم الجبل ما يقدرون يهجمون المشركين مننا طرف الثاني أكو جبل رمات الثغر رسول مخلي علي رمات فالمسلمون من طرف واحد يقابلون المشركين لكن لما انظروا تركوا الثغر كم واحد منهم بقوا بس ما كان يكفي لذا قتلوا فهجموا مناكم ذلك المنهزمين رجعوا بقية المسلمين اللي كانوا في الوسط انهزموا إلى الجبل إلا القليل نعش واحد تقريبا ومجموعهم استشهدوا في هذه القضية إن الذين تولوا منكم يوم التقل جمعان مع أنه الفرار من الزحف من الكبائر لكن شردوا لماذا؟ ببعض ما كسبوا مرتكب ذنوب مخالفات في الموقع المفصلي اللي لازم يصمد في هذا الموقع المفصلي شرد وشلون شرده؟ والرسول يدعوكم في أخراكم الرسول موجود وديناديهم ارجعوا يا فلان يا فلان يا فلان والقضية هم مرة ثانية كرروها في غزوة خيبار يجبن أصحابه ويجبنونه ومرة ثالثة في وقعة حنين ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ومر رابعا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله انقلبوا على الأعقاب ليش؟ لأنه بعض الذنوب هذه يمكن واحد يقول أنا أذنبت خلاص انتهى الأمر لا هذه صار سبب أنه في الموقع المفصلي الشيطان يجي يخدع الإنسان فلذا على الإنسان أن يستغل الفرص وخاصة الله سبحانه وتعالى من فضله فاتح الأبواب ام خلي أزمن شريفة يقبل التوبة ام خلي أمكن مقدسة يقبل فيها التوبة والله سبحانه وتعالى يتم الحج على كل واحد الإنسان يستغل هذه الظروف أنا أستثمر هذه الظروف أنتوا تستثمرون كل واحد من عندنا يحاول أن يصلح شأنه حتى في الموقع المفصلي وكل إنسان يبتلى بذلك الموقع الموقع المفصلي ودائما حتى الله سبحانه وتعالى يشوف أن هذا الإنسان صادق إذا صدق الإنسان كان صادق مع الله سبحانه وتعالى اللهم يوفقه التوفيق يعني شنو؟ نقول هذا الله موفقه يعني شنو؟ يعني يجعل الأسباب بعضها وفق البعض الآخر الله سبحانه وتعالى يجعل الأسباب بحيث أن الإنسان يروح إلى الطاعة ويبتعد عن المعصية هناك بعض الأحيان الإنسان يشوف هذه الحالة من نفسه يريد يرتكب معصية في لحظة فجأة ينصرف أو يصير مانع يريد يترك طاعة في لحظة ينصرف عن هذا الترك هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لأن هذا كمال يعود إلى الله سبحانه وتعالى ليش الله وفقه مو قوترة مو بدون سبب وإنما لأن الله سبحانه وتعالى شاف أن هذا الإنسان لا يستاهل إلى قابلية فيأخذ بيده أو فلان الله سبحانه وتعالى يخذله يخذله يعني شنو؟ يعني يتركه يتركه وشأنه فإذا تركه الله وشأنه أكو شيطان أكو نفس أكو هوا أكو دنيا أكو شياطين الجن شياطين الإنس وخلق الإنسان ضعيفة يغوو هذه الآية التي تلوناها أول البحث بعد ما نطول عليكم الله سبحانه وتعالى في سورة غافر الذين يحملون العرش لأن هناك ثمانية من الملائكة المقربين يحملون العرش ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الذين يحملون العرش ومن حوله يعني من حول العرش ذول ملائكة مقربين لأن هناك درجات للملائكة بعض الملائكة أفضل من البعض ذول اللي حول العرش بعض المفسرين يقولون ذول يعبرون عنهم بالكروبيين اللي قاريه في دعاء السمات الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم التسبيح يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى من النقائص والحمد بمعنى وصفه بالكمالات ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا هذا من طرق التوفيق لأن الله يستجيب دعاءهم بس يستغفرون للذين آمنوا إلى آخر الآية اللي بعد ماكو وقت أن نبينها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام وهذه الأماكن الشريفة وسيلة لهدايتنا جميعا لأن نصلح أمورنا نصلح شأننا أن نزداد خيرا إلى خير وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات قحناً وهذا كانت هنا بيقول لطائف النفحية يشيحون محافظات اشتركوا في القناة